بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معكم الأستاذ زكي الشعلة في حل أسئلة كنجارو للصفين الخامس والسادس الابتدائي طبعا أخذنا القسم الأول والآن نشرح القسم الثاني القسم الثاني على كل سؤال أربع درجات أو أربع نقاط نأخذ يبدأ من السؤال 11 قال لنا في هذا السؤال تم كتابة ثلاثة عداد كل منها مكون من ثلاثة منازل على ثلاثة بطاقات ووضعت البطاقات فوق بعضها كما في الشكل التالي إذا كان مجموع العداد الثلاثة يساوي 826 لاحظوا هنا المجموع الكلي 826 فما هو مجموع الرقمين غير الظاهريين على الشكل التالي في هذه المسألة نريد أن نجد على الرقمين المختفي والذي هنا والذي هنا مجموعة مكمسية هنا على طول مباشرة نأخذ المجموع الكلي 226 وأنقص من الأعداد التالية هنا أوضع مكانهم صفر حتى أن أنا أوجد الجواب أنقص من 243 واربعين الجواب يصير هنا نستلف سبعة إذن هنا الجواب ثمانية هنا خمسة وبعدين أنقص من مئة وسبعة لأن حطت مكانة صفر الجواب هنا ستة بعدين ويطلح هنا سبعة لأن استلفنا صارت لنا سبعة وبعدين أربعة وبعدين هنا ستة بعدين أنقص من أحط مكانة هنا صفر إذن ستة وعشرين إذن نقصنا بيطلع لنا هنا صفر هنا خمسة هنا أربعة يعني في النهاية طلع أربعمائة وخمسين يعني الرقمين هم أربعة وخمسة أروح أجمع أربعة زايد خمسة الجواب يصير تسعة إذن الإجابة فقرة سي أو أقدر بطريقة سريعة أروح أجمع أولاً كل الأعداد أجمع مئتين وثلاثة واربعين زايد مئة وسبعة زايد ستة وعشرين أجمعهم كلهم إذا جمعناهم بيطلع لنا ثلاثمائة وستة وسبعين وأنقص هذا العدد من المجموع الكلي ثمانمائة وستة وعشرين ناقص ثلاثمائة وستة وسبعين إذا نقصنا بيطلع لنا الجواب أيضاً أربعمائة وخمسة إذا طلع أربعمائة وخمسة إذن الرقمين أربعة وخمسة نجمعهم أربعة زايد خمسة الجواب يصير تسعة إذن الإجابة فقرة سي السؤال السؤال قال لنا تأكل الضفضع ريري خمس حشرات في اليوم الواحد وإذا كانت جائعة بشدة فإنها تأكل عشر حشرات في اليوم الواحد إذا أكل ستين حشرات في تسعة أيام فكم عدد الأيام التي كانت فيها جائعة إذن هذه ريري إذن تأكل خمس حشرات إذا كانت غير جائعة وتأكل عشر حشرات إذا كانت جائعة مجموعة الحشرات كلها بيصير ستين وعدد الأيام تسعة أيام هنا نلاحظ لو كتبنا بشكل عشوائي هنا صار ثلاثة أيام وهنا ثلاثة أيام صار وستة بقى عندنا ثلاثة أيام أيضا نحط خمسة وخمسات إذن هنا ثلاثة أيام إذن مجموعة الأيام هنا تسعة أيام نريد أن نرى مجموعة عدد الحشرات إذن عدد الحشرات هنا ثلاثين وهنا أيضا ثلاثين إذن مجموعة عدد الحشرات ستين في تسعة أيام إذن تحقق الموضوع إذن كم عدد الأيام الجائعة نلاحظ أن عدد الأيام الجائعة هي فقرة س ثلاثة أيام السؤال اللي بعده سؤال أربعة سؤال أربعة عشر ذكر لنا أن خمسة مربعات متساوية تم تقسيمها إلى مربعات أصغر ولونت بالأبيض والأسود كما هو موضح في الخيارات أدنى أي هذه المربعات تحتوي على أكبر منطقة ملونة بالأسود هنا أروح أشوف عدد الألوان اللي بالأسود الأكثر نلاحظ هنا لونين أسود ولونين أبيض نلاحظ هنا في فقرة B خمسة ألوان أسود وأربعة ألوان أبيض وأما باقي الفقرات إنهم عدد الألوان السوداء وعدد الألوان البيضاء متساوية إذن تكون هنا الإجابة فقرة B لأن عدد الألوان السوداء أكثر من عدد الألوان البيضاء السؤال خمسة عشر قال لنا مثلث كبير مقسم إلى مثلثات متطابقة متطابقة الأضلاء كما في الشكل المقابل طول ظلع المثلث المظلل يساوي واحد متر احسب محيط المثلث الكبير هنا نلاحظ أن المثلث الصغير واحد متر هنا علي أوجد طول قاعدة المثلث إذا قال لنا هنا واحد متر يعني معناه إذن هنا واحد متر وهنا واحد متر هذه القاعدة إذن تساوي هذه القاعدة يعني هنا اثنين وهنا اثنين إذن طول الظلع المثلث عبارة عن خمسة الآن أضرب خمسة ضرب ثلاثة الجواب خمسة عشر إذن تكون الإجابة فقرة خمسة عشر متر السؤال ستعش قال لنا لدى سامي ثلاثين بطاقة ألوانها زرقاء أو حمراء أو صفراء إذا قام بتلوين ست بطاقات زرقاء الآن هذا سامي أراد تلوين ست بطاقات زرقاء هنا زرقاء إلى باللون الأحمر هنا باللون الأحمر ثم قام بتلوين خمس بطاقات حمراء إذن خمس حمراء إلى اللون الأصفر السؤال الآن فإنه سيحصل على العدد نفسه يعني معناه أن الثلاثين بطاقة بتكون عشر زرقاء وعشر حمراء وعشر صفراء الآن كم عدد البطاقات الحمراء التي كانت منذ البداية نرجع قبل لا يلونها إلى الأصفر كان عنده خمسة أحمر إذن عنده خمسة حمراء والستة الزرقاء لو أنه إلى ست حمراء أروح أنقص عشرة ناقص ستة الجواب يصير عندي أربعة إذن كان المتبقي أربعة أربعة أجمحها مع الخمسة إذن كان عند عدد البطاقات الحمراء تسع بطاقات تكون الإجابة فقرة سي سؤال سبعة عشر يستخدم فيصل قطعا على شكل متوازي مستطيلات أبعادها ثنين واحد واحد ليبني أبراجا كما هو موضح في الشكل التالي كم ارتفاع البرج المبني بنفس الطريقة ويحتوي على ثمانة وعشرين قطعا نلاحظ أن هنا بالتسلسل إن هنا أعطاني قطعتين مع قطعة هنا ثلاث ثنين واحد هنا أربعة ثلاثة ثنين واحد وهنا أيضا أعطاني أيضا خمسة أربعة ثلاثة ثنين واحد الآن لو هنا جمعناهم صار لنا خمسة وأربعة يطلع تسعة وعدنا عشرة تساطاش عشرين قطعا هو يريد ثمانة وعشرين قطعا لو أجرب أيضا لو كان ستة خمسة أربعة ثلاثة ثنين واحد خلينا أجمعهم هذه عشرة وهنا عشرة صاروا واحد وعشرين لأن هنا ستة وأربعة عشرة وهنا أيضا عشرة واحد وعشرين قطعا أروح أضيف إذن من جديد برج آخر نبدأ من سبعة بعدين ستة خمسة أربعة ثلاثة ثنين واحد إذن نحسبهم لو حسبنا جميع القطع بيطلع لنا ثمانة وعشرين قطع الآن السؤال ما هو الارتفاع نلاحظ أن هذا طولة اثنين إذن هنا اثنين وبعدين يجي طولة واحد يعني هنا اثنين طولة واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين أجمعهم الآن هنا عندي خمسة وهنا أيضا عندي خمسة يصير مجموحهم هنا ستة يصير مجموع احد عش صارت لنا خمسة زائد ستة الجواب احد عش إذن لجابة فقرة بي السؤال اللي بعده سؤال ثمنطعش قال لنا طوى نواف ورقة مربعة مرتين ثم قام بقصها مرتين كما هو موضح في الشكل التالي كم عدد القطع التي سيحصل عليها نواف في النهاية هنا طبعا طوى هذه الورقة طوىها على شكل عمودي هنا مطوية وبعدين قص هذا القسم يعني هنا بيطلع علينا أربع قطع وبعدين قص هذا القسم كامل أيضا الأربع القطع تتوزع إلى بتتوزع طبعا إلى أربع قطع صغيرة وعندنا بصير هنا قطعتين والمجموع بصير عندنا تسع قطع يفضل لأن الطالب يجرب يكون أفضل بيلاحظ أنه تسع قطع من الأوراق لإجابة فقرا سي خلي جربوها أولادنا وبناتنا بالمنقص بيطلع عليكم أنه تسع قطع من الأوراق السؤال التسع طعش يذهب أحمد وبدر وكريم إلى التنزه كل يوم إذا كان أحمد لا يرتدي قبعة فإن بدر يرتدي قبعة يعني بمعنى إذا بدر ما ارتد أحمد يرتدي وإذا أحمد ارتد قبعة بدر لا يرتدي وإذا كان بدر لا يرتدي قبعة فإن كريم يرتدي قبعة هذه بعد أيضا شرطية الآن بالأمس خرج الأصدقاء الثلاثة ولم يرتد بدر قبعة فمن كان يرتدي قبعة نلاحظ أنه بدر لم يرتدي قبعة يعني أحمد لبس قبعة وكريم أيضا يلبس قبعة إذا كل من أحمد وكريم يرتديان قبعة السؤال الآخير في هذا القسم كل صورة مما يلي تعرض مخططا لمكعب أي من هذه المخططات سيكون مكعبا على سطح خط مغلق هنا لازم أروح أشوف البداية والنهاية نلاحظ هنا في هذه الأشكال أن هذه بداية وهنا نهاية البداية والنهاية البداية والنهاية الآن لو أنا أغلقت هذا المكعب هل ينطبق هذا المكعب أو لا إذن بصير عدنا في هذا السؤال إذن بتكون الإجابة فقرة دي لأنه إذا أغلقنا المكعب بتكون الإجابة فقرة دي بارك الله فيكم تحيات الأستاذ زكي الشعل يعطيكم العافية شكرا على اهتمامكم وتواصلكم في أمان الله